السلام عليكم مرحبا بكم في قناة حلويات موني اتمنى الفيديو اليوم نلقاكم في تمام الصحة والعافية اليوم بحول الله تشوف معايا طريقة تحضير كيكة الحليب والكاراميل التركية اللي معروفة بالاسم المشهور ديالها تريسليتشيز سميت بالتريسليتشيز كتعريف لأنها تسقى في طبقة الجنواز ديالها بثلاث أنواع من الحليب اللي كي يسقيها فقط بالحليب ولكن نخليها تكون اسم على مسمى مدام سميت بالتريسليتشيز فنسقيوها بثلاث أنواع من الحليب كتجي ثلاث طبقات كما كتشوفوا كتشهي قبل ما ندخلوا في التفاصيل كنبغين نشكر مجموعة من الأخوات اللي طبقوا مختلف الوصفات في المنازل ديالهم وتقسموا معايا التطبيقات ديالهم في مواقع تواصل اجتماعي ووضع لكم تحت صندوق الوصف كتجي جاتهم يعني التطبيقات رائعة وناجحة كنشكركم كثيرا فرحتوني وكنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل بسم الله اول حاجة في هاد الوصفة هادي تريسليتشيز نحضروا اول حاجة الجنواز اي جنواز كنجح معاكم فيتلي حضرت عدة مرات انا استعملت اطار مربع خدمت به ثلاث حبات من البيض تسعون قرام من السكر وتسعون قرام من الدقيق والقليل الملح كنخدموه بطريقة المعتادة ديال نطلع البيض كنت تحصلوا له حاجة جنواز يسفن جي بامتياز كي جي عالي المهم عندنا فضل الوصفة هادي هي تريسليتشيز كل شي على تريسليتشيز يعني ثلاث انواع من الحليب عنا ناخدو حد 400 ميلي لتر يعني 400 ميلي لتر من الحليب حليب عادي نضيفو عليه 200 ميلي لتر من كريمة الخفق كريمة السائلة او لا ما تعرف كذلك في الاسبانية لا نطلع ثم نضيفو 100 جرام من الحليب المركز المحلى يعني الملاعق الكافية اللي غتحلي لكم هاد الخليط ديال الحليب باش غنصقيو الجنواز لذلك سميت تريسليتشيز ستكون يعني خمس انواع من الحليب ولكن هادي معروفة بالتريسليتشيز لذلك نضيفوها وصفة اسم على مسمى نخلط المكونات وكن نبدأ نسقي ويعني ما تخلعوش من الكمية فهي كمية مناسبة وهم كل ما غرقوها في الحليب هادي كي المتعدية لها وهادي كي مشهورة هاد الكيكا هادي شوفوا الاجينواز كتجي اسفنجية وخفيفة يعني قابلة انها تشرب هاد الكمية كاملة ديال الحليب غلفت الايطار ديالي بالاليمينيوم ودرت فوق منه الورق ديال المطبخ باش ما يخرش لي هاد الى باش غنصقيها كندير تقوب باش نسهل انها تشرب وكننشربها مزيان يعني كازغرق كتعوم في هاد الكمية كاملة ديال الحليب الى كيزيد اكتر لعننا الكمية كتليكو باش مشهورة كتقدم معتنا في المقاهي او لفليغوستوغون كتتأخذوا حط القطعة وكيجي داير بها الحليب في الجوانب فما تخلعوش مني ستجربوها ستعرفوني شو كان قصد كتجي فتية بالحليب وصراحة كانت تستغرب من هالول فاش شفتها قلت زع ما كمية كبيرة الحليب ولكن مني تضوقتها بدك الطريقة الاصلية ديالها رائعة جداً كنسقيها على دفوعات كما كتشوفو نخلحتها تشرب ونعود نزيل عوجها حتى نكمل ديال الحليب كاملة شوفو كندير تست يعني كنجرب كنورك بالماء العاقب حالاكو كيبال يعني الحليب خرج يعني راهات تشبعت بدك الحليب وشربت مزيان كنغطيها ونخليها ترتاح في تلاجة بس تزيد تشرب مية في المية يعني ما يبقاش تتولي فازقة يعني عامرة كلها بالحليب منتشربت كنكون مجدى شانتي طلعتها وكندير طبقة أولى شانتي خفيفة يعني طبقة بسيطة ونقضي الوجه ديالها بلا سباتيول حتى كيولي وحد سطح مستوي ومقاد نحتفظ بها في التلاجة تبقى تبرد ونمشون وجده صلطة الكراميل اللي كتجي طبقة من الفوق نحتاج مائتين جرام ديال السكر سانيدة ونوضعه فوق النار تكون خفيفة يعني مهيلة نخليه حتى كيبلي يدوب السكر بحركة دائرية دائما مني كيدوب هاد كنستعمل الملعقة الخشبية ندورون استعملوا شي كاثرون يتكون غارقة يعني كراميل عارفين تتكون الحرارة عالية كيدوب السكر حتى كياخدوا حد اللون يكون يعني مشي دهابي يكون شوية غادر الحمورة ما تفوتوش فيه باش ميمرش ليكم يعني ما تفوتوش فيتي ولي يعني بني يعني غيم حمر سافيك يكون هاد كول الوقت باش غنزيد حد عشرونة جرام من الزبدة يعني ما يعادي الملعقة كبيرة كمنا نحركها حتى كالدوب ما كتبقاش تبان ودائما نباعدوا اليد ديانا والوجه لاناو كتكون حتى تفاعلات كي تزاد الحجم ديال هاد السائل يعني كتغلق فنردوا بالنا مني كتتدوب الزبدة وكتنساجم كنضيف وحد مئتين ميلتر من كريمة الخفق تكون ساخنة على دفوعات كي مشتوك توقع حتى تفاعلات كي تزاد الحجم ديال السائل وكتديروا حتى شاش يعني كدير حتى ترتشات يعني نردوا بالنا حركة دائرية دائما بالملعقة الخشبية كنحسوا بان السكر عود تحجر ولكن هو امر عادي كنقونا نحركو حتى كيدوب عاد كنزيدو حطريت قادي الملحة كتوازن الحلاوة وكتتو حد نسمى زوينة حد النكهة زوينة في حد ضوق زوين في حد سلسة الكراميل كنخلي واحد دقيقة ولا جوج غي تعود في الغليا مع التحريك كنخلي سلسة الكراميل واجد عدنا انا كنصفيها مباشرة شوفوا ما شاء الله عن اللون اللي يخضع يعني انتموا اللون اللي كتتحكموا فيه يعني بغيتو الكراميل يكون شابرة تخليه شي تتحمر بزاف وما تتحمروش بزاف هذا اللون يعني اللي كيشهي وكيعتوه هذا المنظر رائع جدا ها هو وسائل لأنه ما زال بقي سخون لامع ودرجة الحرارة اللي غنستعملوها نخليه في احتى يبرد في المطبخ كل ما برد كل ما كيتقال القوام دياله كنقيس بدرجة حرارة بالمحرار 27 درجة مناسبة هانتم ما شوفوا في هاد الحرارة هاتي كيفاش ولمعلك وكل ما خليتوه كل ما كيزيد اتعلك مناسب للتزيين للحشو فلسابلي فوق اللي غلاس كورات ديال اللي غلاس كيجي هائل صراحة هاد المقطع هاد عجبني بزاف كنت قسمه معاكم متمنع لكم تاتوا ما كتشاطرون الرأي لامع قربت لكم الصورة ما سخيتش فهد اللقطة هادي لانه عاد الضوء دياله خيالي زي عما ما نقول لكم رائع جدا هاد هو القوام اللي خلص نستعملو لاننا غنوزعوه كطبقة أخيرة بش يساعد لنا انها توزع معلكة ولديدة فايت لي حضرتها في القناة في الايام الاولى ان شاء الله هان عاوتوا معاكم مرة اخرى كنناخدو الطرطة ديالنا كتكون باردة وهنا كنخدموه بشكل سريع لانه بش يسهل علينا اننا نوزعو الصلصة ديال الكراميل كطبقة أولى كنميلو المول ديالنا اللي من اللي صار من الفوق التحت كتتوزع طبقة كاملة كيجيها الى هاد الكيكة ديال تريسليتشيس او لكيكة الحليب و الكراميل منظر رائع ما شاء الله شوفوا الطبقة كيف جاءت بديك اللون ديال الكاراميل كيجي وحد الانسيجام زوين كنتخليتو حد الجزء ديال الكريم شانتية غندير بيخطيطات باش غنننزين بالطريقة الكلاسيكية المعتادة لتزيين اللي كنشوفوها في ملفاي كوشي كيعرفها ما شاء الله و اللي ما كيعرف لهاش احنا كنا كنتعلمو و كنديرو خط غادي و خط جاي حتى كنتحصلو على هاد الشكل هذا كنخليوها تبرد في التلاجة و نحيدو الإيطار و نقدموها بصحة و الراحة ما نقولش ليكم البنات هاد الوصفة هادي ديال هاد تريسليتشيس كيما كتشوفو منظر ديالها رائع كيشهي ديال الكراميل و الجميل فيها من غير الكراميل على حسب تسميتها تريسليتشيس مسقية حتى كتولي عيمة و كتشرب ديال كيمياء كاملة كتجي ديال الجنواز ما نقولش ليكم انا دابا كان منطف الفيديو تقول يا راسي خاص لننوض نعود شي واحد اخر عود ثاني لاناكم اللي جربتها غاس ان شاء الله غات تعرف شنو تنقول صراحة استحق التجريبة مشهورة عند الاتراك نقطع معكم و حتى الطرف هذا الكراميل تابت كطبقة عليا كيكون حتى وازن في الحلاوة و كما قلت لكم الجنواز كتكون مشربة شوفو هنا كان نبغي نوصل لكم الصورة كتكون مشربة كيلي كيسقيها اكثر من نسبة السقي الكمية اللي عطيتكم الحليب اكثر من هذا كتكون اكثر جمالية على مرة ان شاء الله من الاخران غان نعودها غان ندير لطر قاعد ديال الحليب شوفو نتقاسم معاكم القوام ديالها ما شاء الله عن قرب كذلك الكريمة والجنواز مسقية عيمة في الحليب ضوق رائع كيكة الحليب و الكراميل او لما تعرف بالتريس ليتشيش على النسخة التركية نتقاسم معاكم اتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في طريقة تحضيرها و تستمتعتوا كذلك بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء أولى و دعموني بالتعليقات المشجعة و كذلك إذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما أحبابكم اشتركوا و مخسرتوا شيئا حاجة كنا كنا نستفدوا و نستمتعوا لمحبي مجال باتيسري او لا تحضير الحلويات طريقة عصرية و تقليدية في المنزل بيعني حاجات بسيطة ولكن النتيجة تكون راقية و مفيدة نقول لكم خليكم على خير ما ينقصكم خير كيف العادة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر